اشتركوا في القناة وما زال موجود في برج الثور كمان أكم ساعة رح ينتقل وصير في برج الجوزاء ذكرنا في حلقة الأمس طبعا القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد طبعا الساعة خمسة وثمان دقائق من صباح اليوم الأربعاء القمر رح ينتقل لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول زي ما حكينا القمر الآن موجود في برج الثور ما زال موجود احنا في فترة خلو المسار بدنا نبدأ في مرحلة خلو المسار قصدي بعد قليل طبعا الزوايا المؤثر حاليا اللي هي موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهذه تاثيراتها الساعة 52 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني بعد 50 دقيقة من بث الحلقة اللي هي مساء يوم الثلاثاء وبالضل تاثيراتها لغاية صباح يوم الأربعاء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية اللي ما قبل خلو المسار اللي هي آخر زاوية وبعدها بصير فيه خلو مسار هي زاوية التزديث الإيجابية اللي بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة السبعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء تأثيراتها لغاية صباح يوم الأربعاء منهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ مساء الليلة اللي هي الثلاثاء الساعة سبعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة مساء من مساء الليلة الثلاثاء على الأربعاء لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء هذا بيعني إنه هاي مدة الساعة وثمانية واربعين دقيقة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأشياء اللي كنا ما قبل يعني لو كان الشيء اللي بنعمله مثلا قبل الساعة سبعة فهو جيد لو صارت الساعة سبعة أو ثمانية وإحنا لسه بنعمل فيه فما فيه أي مشكلة ولكن في نفس فترة خلو المسار لا تبدأ بشيء جديد الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش القمر خلص بنتقل وبصير في برج الجوزاء وطبعا منبلش احنا بلشنا من الآن نشعر انه فيه نشاط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة يبيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية يبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم خلال هذا اليوم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وموسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا في حلقة نزلت على القناة وذكرنا يوم أمس عن انتقال العطارد اللي طبعا رح ينتقل مساء الليلة اللي هي الثلاثاء على الأربعاء الساعة عشراء وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش رح ينتقل كوكب عطارد من برج القوس لبرج الجدي رح يظل بالحركة الأمامية من مساء الليلة لغاية يوم تسعة وعشرين اتناعش بعدين بده يصير فيه فترة تراجع عطارد اللي رح يتراجع من تسعة وعشرين اتناعش لغاية ثمانتاش واحد بعدين بده يرجع بحركة أمامية ويظل في برج الجدي لغاية احداش اتنين لينتقل بعدها عطارد لبرج الدلو طبعا الحلقة موجودة وفيها تأثيرات على جميع الأبرج بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التربيع السلبية بين الزهراء وبين المشتري وهي تأثيراتها من اليوم سبعة اتناعش ولغاية يوم احداش اتناعش ذروتها يوم تسعة اتناعش ساعة اتناعش وأربعة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك وبتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وبرضه بتعرف الميزانية التجارية بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني برضو بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية للمنتوجات ومع ذلك لن تلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين عطارد وبين المشتري وهذه تأثيرات لغاية يوم 8-12 طبعا هاي بتخلي عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات الأمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 10-12 وهي سبب انتحاس الشمس طبعا ذروتها يوم 8-12 الساعة 5.41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبسود جو من التوتر والعدوانية برضو بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وبتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو والأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهواهية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وهذا اليوم طبعا لأنه الزهرة صارت منتحسة بنسبة حالية والقمر في مراحل اكتمال فهذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الجراحة ولكن مثل الحقن ما فيه أي مشكلة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة التسعة اتناش بيبدأ خلو المسار الساعة ستة وثلاثة عشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره أربعة عشر يوم في تمام الساعة واحدة واثناشر دقيقة بعد الظهر بصير عمره خمسة عشر يوم اليوم نسبة الإضاءة بالمساء بتصير خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش هي الآن منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة خمسين في المية طبعا سبب انتحاسة الشمس هي زوايا التربيع والتقابل اللي بدأت تشكلها أما بالنسبة للقمر اللي في الثور وبدو ينتقل للجوزاء زي ما ذكرنا ورح يضل في الجوزاء لغاية يوم تسعة وتعاش والآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية لأن القمر ما رح يشكل أي زوايا فيعتبر قمر محترق في ساعات المساء بيبلش يشكل زوايا إيجابية فبصير سعيد بنسبة عشر في المية بالنسبة لعطارد اللي رح ينتقل لبرج الجدي ورح يظل في برج الجدي لغاية يوم تسعة وعشرين اتناش هو الآن سعيد بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في القاوس حتى يوم عشر اتناش هي منتحس بنسبة خمسين في المية في ساعات الصباح بتصير منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اتناش واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت طبعا لغاية يوم عشرين اتناش منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزحل في الدروة حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% ورى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم الأربعاء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات بإمكانكم تفوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وعن قضيتكم ولكن تجنبوا الكلام اللاذع ممكن ما ترتاحوا بسبب كثافة الأعمال فحاولوا انكوا تباكروا لعملكم ما تعرضوا نفسكم للإرهاق تتميزوا بالنشاط العالي وممكن تسمعوا اليوم جوابي بيعجبكم أهم شيء ما تبالغوا بمصاريفكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكم بضبط ميزانيتكم ولكن بتكون تجنبوا النفقات قدر الإمكان بتهتموا لوضعكم المالية وبتخوضوا تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبرتك أهم شيء ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي تريث حتى تتوضح الأمور أهم شيء ما تبالغ بمصاريفك وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم عندكم نشاط عالي جدا وعندكم قدرها على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها لأن القمر بما أنه موجود عندكم معناته الطاقة قوية تكثر المشاريع وتختلط الواجبات حاول أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع أو موقعك وإنجاز الكثير من النجاح اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود بالجوزاء بيت متاعبكم فبنال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير الأمور حاذروا من التراجع الصحي والمعنوي حاولوا أنك تستريحوا بعيد عن الأضواء وما تختلقوا الأعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء وتعتبر هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو لتأييد أحدهم اليوم بتنشطوا ممكن يتوجه الكدعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم مش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن اليوم تشارك بفعالية معينة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتكت حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاولوا إنك تقدموا أفضل ما عندكم ممكن اليوم تحققوا إنجاز إذا ركزتوا بشكل جيد ممكن تحرز برضو تقدم مفاجئ في بعض المجالات أهم شيء إنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة وتعتبر هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة بتنشطوا بالاتصالات والسفريات برضو حاولوا تسهيل أموركم اليوم واهتموا أو رح تهتموا بثقافات مختلفة الأمر اللي رح يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمحوا لأي أحد بالتشكيك بقدراتكم لا تكونوا جارحين بالكلام بل فوضوا بهدوء ودبلوماسية كونوا حرصين على حقوقكم ابتتحسن الأجواء وممكن تحصلوا على الفرصة المناسبة لتبرير أخطاكم طبعا الأجواء جيدة على المستوى المالي فحاولوا أن تستغلوها برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة لأن القمر صار مقابلكم فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم إشي أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وحاذروا من التراجع الصحي لا تسمحوا لواجباتكم بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي خذوا قسط من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا تصبح لأجواء أكثر سهولة ممكن اليوم يظهر لك لقاء طارق مع أحد الإخوة أو أحد الجيران قدم لهم المساعدة إن لزم الأمر فترى ناجحة ومطمئنة على المستوى الحظوظ ومستوى الحاطفي أيضا برج الحوت ابتنهم كل يوم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش إنكم ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادوا أي تقصير وحاولوا إنكم ما تبخلوا على العائلة بالعطف والنصائح هذا اليوم أو هاي الفترة تعتبر فترة مناسبة للارتباط وممكن تشعروا ببعض الإنزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو الأعطال والاهتمامات العائلية والمنزلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء